السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير فيديو النهاردة هنعمل فيه وصفة شامية مشهورة جدا ومحبوبة ولها شعبية طبعا انتوا عرفتوها من المكونات هي القوزي الشامي او سرر القوزي مكوناته سهلة ومتوفرة هنحتاج فيها اول حاجة رز مسلوق يفضل يكون بسمتي او اي رز طويل الحبة والنشة بتاعه قليل شوية عشان يبقى مفلفل عايزين اللحمة مع الصاجة عادية بالملح والفلفل والبصل وهنحتاج بسلة برضو نسلقتها في مياه وبصل وملح وفلفل وحطت لها وفص حبهان يديها ناكة حلوة برضو هنحتاج مكسرات ممكن اي نوع عندك ممكن لوز سنيبر كاجو فوزدق يعني النوع اللي بتحبيه او متوفر عندك وهنحتاج طبعا في الوصفة سمنة علشان هندهن بها ورق الجلاش اللي هنحشي فيه القوزي طبعا انا مغطية وفوضة بالشكل ده عشان يفضل طاري وماينشفش ويتكسر معايا لما يجحشي هنبتدي بقى الطريق على طول هنبتدي نجهز الحشوة اللي هنحشي بها الورق الجلاش هنحط كده شوية رز انا مش هحط كله لما نشوف الاول النسب اللي لما جي خلطها هحط هنا اللحمة مع الصجا وقلبها كده كويس انتي طبعا تحرس ان كل مكونات تكون بردة وبحرط الغرفة علشان الورق الجلاش ما يتقطعش معاك لما تيجي تحشي وبرضو انا مش هحط توابل هنا طبعا كل حاجة متابلة اللحمة متابلة البسلة برضو متابلة هنحط شوية كده من البسلة طبعا بيزدي لون وطعم وكمان طبعا قيمة غذائية الرز كمان انا متاب بالليلة لما جيت اسلوقه حطيت عليه ملح وممكن بعض الفلفل الحصة بتدي له طعم حلو قوي ممكن فص مستيكة برضو بحط ورقة لوري وممكن تحط يعود قرفها وخصوصا في الوصفة دي بتدي له لون حلو زي ما انت شايفة يعني تنكي هي بالطريقة اللي تعجبك هي عشان مكونات خلاص كلها مجنكها مش هنحط توابل هنحط كده شوية مكسرات ممكن برضو نزين بجزء منها في الآخر نقلب كده كويس هنبتدي بقى نحشي هنا انا خلصت الحشوة خلاص وجبت الصينية هنا ده انتها سمنة كويس وجبت الورق الجلاش كل واحدة اسمتها بالنص والنص ده اسمته اتنين كده تانيته بالنص وانا هعمل ميني اوزي يعني في الطبق الصغير ده انا بحب بالصراحة الاوزي بيبقى حجم صغير يعني كل واحد بياخد واحدة واللي بيبقى محتاجي ياخد واحدة تانية بتبقى ظريفة يعني بالنسبة لي بس طبعا انت لو عايزة تكبري شوية الحجم براحتك هندهن كده الطبق او البولة بتاعتنا دي بالسمنة بعدين نحط الورقة بالشكل ده ونبتدي بقى نحشي بتحاول تاخدي من كل المكونات بالشكل ده وتقفلي عليها كتاب الورقة بتقليبها كده عادي سهلا قوي وتحطيها في صنية ودي الدينية بقى سمنة على طول علشان ما تنشبش معيكي على ما تكملي بقية المقدار انا مستخدمي هنا السمنة الحيواني البلدي بتاعتنا العادية لو انت تحب تخلطي زبدة مع السمنة اللي ريحك طبعا طعم السمنة البلدي بتبقى اطعم حاجة في الوصفة دي هنجيب كده ورقة تانية بتعطيها بشويش او معلش دي تقطعت معي انت حاولي تكوني مغطيها معيكي انا بس اشتغل عشان في طيار هوا عندي فممكن نشفت بس انت حاولي تبقي مغطيها جنبك حشان ما تنشفش وتتكسر دايما شفتي هنعمل برضو نحشيها ونقفلها برضو ان الموضوع سهل قوي مش مش هتلاقي صعب بالشكل دا وبردو تتهنيها على طول بالسمنة قبل ما تنشف انا هكمل بقى بقية المقدار معيك وارجعلك ان شاء الله انا خلصت المقدار اللي انا عايزيه اه وولعت الفرن سخنته على 180 درجة اه هدخلها بقى الفرن هي مش هتاخد وقت يا ربيها كويس الغان ما تحمرة بس من تحت عنا ندخلها ونشوف بقى هتاخد قد ايه معنا القوزي قعد معي تقريبا 10 دقائق بس وحمرته كده في الشواية با دقتين بس اه ادى الشكل الحلو ده يا ربي للهاردة الوصفة تكون عجبتك وتجربيها وان شاء الله شوفكم في فيديو تاني ويا ريت ما تنسنش من لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته